موسيقى مساء الخير سلاح الكبار الذي قد يحول البشرية رمادا مشعا في دقائق معدودة رعب فخم وتهديد مخملي تمارس فيه القوى العظمى طبقيتها ناوية وضلع خطير في ثالوث الردع ناوي فبالجانب الصواريخ الأرضية والقاذفات الجوية على اليابسة هناك تهديد لاستمرار الحياة وبقائها مطمور تحت المياه الغواصات ناوية التي لم تستخدم ولو لمرة واحدة حتى الآن لكن تصابق الدول الكبرى لامتلاكها وتطويرها بات يثير تساؤلات وقلقا كبيرا كيف لا وهي تكنولوجيا حربية مخاطرها كارثية رغم ميزاتها الاستراتيجية التي جعلتها قوة ردع متخفية قد تغير قواعد سباق تسلح ناوي وتنقله من اليابسة إلى أعماق البحار والمحيطات المعتمة بل وتبقين على موعد مؤجل مع الفناء في أي لحظة صدام متهور فماذا نعرف عن السلاح الفتاك هذا؟ مختلافات الغواصات ناوية عن تلك التقليدية التي استخدمت في الحروب العالمية القرن الماضي من يتفوق نوعا وكما في امتلاكها؟ ما ترازاتها الأكثر رعبا؟ وكيف ستغير موازين القوة الناوية تحت المياه؟ تابعونا في نقاش هذا الأسبوع من حوار بلس لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفتي من واشنطن المتحدثة السابقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سيدة دانا وايت ومن بكين الصحفية سيدة سعاد يايشينغو أهلا بكم إلى حوار بلس في هذا الأسبوع قبل أن نبدأ حوارنا دعونا مشاهدين نتوقف مع معلومات عن أنواع الغواصات النووية التي طورتها بعض الدول التي تتسابق على الاستحواذ عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أبدأ معك من واشنطن ضيفتي السيدة دانا وايت برأيك ما هي أسباب تحركات القوى العظمى الأخيرة في مسألة امتلاك وتطوير وصفقات حتى الغواصات النووية أعتقد أن أمريكا تظل القوى العظمى الكبرى وهي لا تضاها من حيث قوتها العسكرية ومع تلك الإعلانات عن ما يحدث في الخليج العربي والمنطقة الولايات المتحدة الأمريكية تسير غواصات إلى مناطق مختلفة وكان أمر غير مسبوك أنها أعلنت عن تسير غواصة مؤخرا ولذلك أود أن أكرر وأقول أمريكا تظل القبرى من حيث الحيث على استقرار العالم هذه مسألة أخرى سنستعدها من خلال هذا النقاش ولكن ما قصدته أكثر بهذا التساؤل لماذا كثر مؤخرا الحديث عن صفقات الغواصات النووية السبب هو استعراض القوى وكذلك أن يكون هناك جلب للأرباح ملايين ملايين الدولارات تستدرها المصانع التي تسنع الغواصات سيدة سعاد أنقل إليك ذات النقطة ولو أن الصين في هذه المسألة ليست في مرتبة متقدمة بل تأتي معنا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ولكن كيف تنظر أيضا لكل ما يثار من صفقات لامتلاك وتطوير الغواصات النووية بل أن بعضها يقترب حتى من مياهها مساء رقية تحية إلى سيدة الكريمة وإلى ضعيفات الأخرى أعتقد أن الصين قد أكدت لمرارة أنها تعارض الصفقات النووية بين دول وتلتزم بعدم انتشار الأسلحة النووية كما نعرف أن الصين تعتبر من أول دول التي تتعهد بعدم البدء باستقدام الأسلحة النووية وكذلك أن الصين قد تعهدت بأنها لن تستقدم الأسلحة النووية وتحدد الدول الأخرى التي لا تملك الأسلحة النووية يعني باستقدام هذه الأسلحة وكذلك يمكن أن نلاحظ أن الصين تحافظ دائما المستوى الأدنى المستوى الدروري الأدنى لحماية الهتياجات الدرورية لضمان الدفاع الذاتي بشأن الأسلحة النووية ولن تشارك السباق التسلح مع الدول الأخرى التي تملك الأسلحة النووية ماذا لا يمكن أن نلاحظ أنه فورا يعلان يعني اسمح لي سيدة سعاد هي لن تصابق أم هي غير قادرة على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في هذا الأمر الصين الآن تمتلك تسعة عشر غواصة نووية كيف تكون لا تشترك في سباق التسلح الناوي تحت المياه هذا طبعا يعني أنا سينة تمتلك الأسلحة النووية ولكن هذا من أجل الدفاع الوطني فقط كما نعرف أنا سينة يعني أنها أعلنت لمرار أنها لا تشارك في أي سباق التسلح مع الدول الأخرى التي تملك الأسلحة النووية كذلك يعني أعتقد أن سينة تفعله مثلما تعحدت به في هذا الشأن مثلا يعني فورا يعلان الولايات المتحدة وبريطانية وكذلك الأسترارية صفقاتها لأغواسات النووية اتفاق أوكس نعم سنعود إلى نقاش ما يتعلق بهذا الاتفاق تفصيلا من خلال هذا الحوار ولكن سيدة دانا قلت أن كل ما يحدث من تحركات عالمية لامتلاك الغواصات النووية من باب إثبات القوة أو إظهار قوة الردع النووية على مستوياتها الثلاث ولكن من الرسالة التي بسببها أرسل الجيش الأمريكي غواصة نووية إلى الخليج قادرة على حمل 154 صاروخ من طراز تومهوك أو لمن يبعث بهذه الرسالة بمعنى أدق كلما تنشر البحرية الأمريكية قواتها فهذا ضمان لأتجارة البحرية وكذلك البحرية الأمريكية تضمن حرية الملاحة في بحر الصين الجنوب أيضا وأمريكا تعودت على أن تجعل التجارة تزدهر في القرن العشرين وتدأب على فعل ذلك في القرن الحادي والعشرين هي قوة للردع وللآمن وكذلك للتجارة لأنه لا يمكن أن نجعل السفن التجارية في مأمن دون استعراض مثل هذه الأصول البحرية وهذا ضروري لسلسل الإمداد ولكن اسمح لي سيدة دانا التهديدات التي يقال أنها من إيران بحسب طبعا رواية الأمريكية لسفن التجارية للنفط هي كانت في السنوات الأخيرة ليست بمسألة جديدة عدا عن المناوشات التي يقال حتى أنها متهورة بينها والقوات الإيرانية في البحر إذن توقيت هذه الغواصة إرسال هذه الغواصة مع وصول الاتفاق النووي إلى طريق مزدود بالنسبة لإدارة بايدن ما الرسالة التي تبعث بها واشنكتون نعتقد أن هذا جديد هذه الأصول البحرية تنشر بشكل متكرر في المنطقة ونريد أن يكون هناك أمان ونريد استمرار التجارة هذه الرسالة اسمح لي هي تنشر باستمرار في هذه المنطقة وليست بأمر جديد ولكن بقاؤها هو الأمر الجديد هذه المرة سيدة دانا هي نشرت لكن هذا ليس جديدا بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية عندما تكون هناك نزاعات أو نزاعات على وشك أن تقع وهناك العديد من المخاوف إزاء إيران ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تطمئن المنطقة والعالم أن البحرية الأمريكية تأخذ على عاتقها تأمين البحاري في كل أنحاء العالم حتى يكون هناك ازدهار دائم بما في ذلك المناطق المحيطة بالصين تفضلوا بالبقاء معي سنناقج جزئية أخرى تتعلق اليوم بمعلومات عن غواصة كورية شمالية تسونمي بمعنى أدقم حدود التحركات التي تحدث في المحيط الهادئ ولكن فصل قصير ونعود من ثم لنقاشنا في حوار بلاس إقعوا معنا بشهودنا أهلا بكم من جديد وقبل متابعة نقاش دعونا نتوقف مع بعض المعلومات حول الغواصات التي تعمل بالدفع النووي ترجمة نانسي قنقر سيدة سعادة تحدثت قبل قليل ضيفة دانا عن حقيقة الموقف أو ما يقال إنه الموقف الأمريكي والرسائل التي تبعث بها واشنغتون عبر الغواصة فلوريدا التي أرسلها الجيش الأمريكي إلى المنطقة بعض القراءات تقول إنه في ظل كثرة الحديث عن عالم متعدد الأقطاب بصدد النشأة واشنغتون تكرس لدورها الرياضي في المنطقة عبر سلاح الغواصات كيف تنظر بكين لذلك؟ طبعا في هذا الشأن تردازم السينة دائما يعني بتعددية في نطاق العالم يعني يجب على الأطراف المعانية أن تردازم بإنشاء حيكة المتعدد الأطراف في نطاق العالم وفي شؤون الدولية هذا من جهة ومن جهة أخرى تعتقد السينة أن الوليات المتحدة أن ما تفعله الوليات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الحادئة هذا يعني يدور بالسلام والاستقرار في هذه المنطقة كما نعرف أن الوليات المتحدة هي ليست دولة من دول هذه المنطقة وتبتعد عن هذه المنطقة ولكن يعني بغض النظر أن المسالح المشتركة لدول هذه المنطقة دائما تشارك الوليات المتحدة في الشؤون الإقاليمية في هذه المنطقة وتعزيز حلفائها مع دول هذه المنطقة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وكذلك يعني تعزيز حلفائها مع فلبين لإنشاء القواعد العسكرية في جزر الفلبينية وكل ذلك باعتقاد للسينة أن ذلك يدور بالسلام والأمن في هذه المنطقة وكذلك يمكن نلاحظ أن ما تفعله الوليات المتحدة هدفها واضحة يعني يستهدف السينة لهتواي السينة وتتويق السينة من خلال تعزيز حلفائها مع الدول المجاورة للسينة وأعتقد ذلك يعني أولا يجب علينا أن نعرف أن كل هذه الأعمال من حيث التعاون وبدلات الطابعية بين السينة ودول هذه المنطقة غير مفيدة وكذلك يمكن نلاحظ أن ذلك يعني محيث العسكري يدور بتوازن بين توازن واستقرار بين الدول هذه المنطقة سيدة دانا ولو أن معلومات شحيحة جدا عن الغواصة الكورية الشمالية تسونامي ذات القدرات الهجومية أنوية والتي تجري عليها تجارب هذه الأيام كوريا الشمالية ولكن بيونج يونج تقول أن المنورات العسكرية الأمريكية مع سول تضع العالم على شفاح حرب نووية قادمة هل تعمد واشنغتون كما يقال هذه المرة إلى إثارة القلاقل في منطقة المحيط الهادئ؟ كلا ليس هذا على الإطلاق الولايات المتحدة الأمريكية بصرف الندر عن الإدارة الموجودة الديمقراطية أو جمهورية أينها تسعى دائما إلى بسط الاستقرار والسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادي وهي موجودة هناك منذ الخرب العالمي الثانية وهي فقط تسعى إلى تقوية علاقتها مع حلفائها في المنطقة مثل الفيليبين وكوريا الجنوبية واليابان وتذكروا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون مع هذه الدول وهناك قوات وجنود أمريكيون هناك ولذلك عندما نفكر في الوجود الأمريكي هناك فهو لضمان أمن المنطقة وهذا يضمن أيضا ازدهار هذه المنطقة على حد سوى من وجهة النظر الأمريكية على الأقل على كل حال أتوقف الآن ضيفتي مع نتائج استطلاع الرأي الذي أجريناه على منصات سكاي نيوز عربية الرقمية حيث سألنا فيه متابعين مع تسارع وطيرة المناورات في شرق آسيا هل تتوقعون مواجهة قريبة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية 70% أجابوا بك الله مقابل 30% قالوا نعم نتوقع مواجهة قادمة سيدة دانا قبل قليل وفي بداية هذا النقاش اشتحدثت ضيفتي سيدة سعاد عن اتفاق أكس لانشاء أسطول غواصات نووية تتصدى لنفوذ الصيني أو هكذا على الأقل كان الإعلام الرسمي ولو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنها ستعمل بطاقة نووية ولكن لن تحمل عليها أسلحة نووية ألا يتعارض ذلك حتى مع الجهود الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية أعتقد أن وجود أمريكا في المنطقة ليس جديدا للعالم وليس جديدا للصين وحتى قدراتها غير جديدة للعالم ويجب أن ننظر إلى ما حدث في الأعوام القليلة السابقة بسبب استفزازات الصين بسبب مفعلاته في بحر الصين الجنوبي في تايوان وأمريكا لم تكن أقرب إلى فلبين والفيتنام كما هي عليه الآن ولذلك من المهم للجميع أن يدرك ويفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية فقط تقوي علاقاتها مع الحلفاء والشركاء لأنها لا تريد أن يكون هناك قلاقل من الصين في المنطقة وكيف تردون على ذلك في بكين قلاقل الصين في المنطقة هي وراء اتفاق أوكوس الذي انتقده حتى الرئيس الصيني شي جينج بينغ والرئيس الفرنسي قال إنه بمثابة طعنة في الظهر هل برأيكم اليوم نشهد تحولا كبيرا في ميزان القوى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ سيدة سعاد أولا أريد أن أرود على ما ذكرته ضعيفتنا الكية تتوقع وجود الولايات المتحدة في هذه المنطقة ليس جديدة ومنذ حرب العالمية الثانية ولكن يجب علينا أن نعرف أن هذه الحرب العالمية الثانية قد انتهت للأقود ويجب على الدول في العالم أن تترك عقلنية الحرب الباردة وتترك المواجهة بين الكتل هذا غير متوافق مع التمية والسلام في هذا العصر الجديد كما نعرف أن الولايات المتحدة هي ليست للدولة من دول هذه المنطقة فلماذا؟ هي برأيها على الأقل تقوم بحماية الديمقراطيات في العالم ومسألة تايوان ليست ببعيدة قبل يومين فقط كانت القوات الصينية تنشر سفن في محيط الجزيرة ومياهها كذلك عشرات من الطائرات هناك ألا يعد ذلك أيضا تدخلا في شؤون أخرى؟ تجد واشنطن نفسها مجبرة على أن تأخذ فيها جانبا سيدة سعاد؟ بشكل عام الشؤون الإقارمية في هذه المنطقة لا تحتاج إلى تدخل الولايات المتحدة لحماية السلام والاستقرار في هذه المنطقة وبدون الولايات المتحدة وأعتقد أن دول هذه المنطقة قد أجدت تعاون وتبادلات جيدة وهذا من جهة ومن جهة أخرى بشأن مسألة تايوان هذا يتعلق بالسيادة الوطنية الصينية وسلامة أراضيها وهو نقاش جدلي آخر لا يتسع له وقت هذه الحلقة كنت سألتك عن ما يقال اليوم أنه تحول كبير جدا في موازين القوى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ على وقع الاتفاقات الأخيرة أخيرها اتفاق أكس لإنشاء أسطول غواصات نووية هذه القواصات يعني اتفاق غير مفيدة لاستقرار والأمن في هذه المنطقة كما نعرف أن الولايات المتحدة وبريطانيا هي من الدول التي تمتلك الأسلحة النووية لكن أستراليا هي ليست دولة تمتلك هذه الأسلحة النووية فحسب اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية الدولية فلا يجب على الدول التي تملك الأسلحة النووية لنقل أي مواد أو أي ظروف صارحة لإنتاج المواد النووية إلى الدول التي لا تملك الأسلحة النووية ولكن كما نعرف أن هذه القواصات النووية وصفقات للقواصات النووية تخالف مفاد ومبادئ عدم انتشار الأسلحة النووية لا شك أن ذلك يدور باستقرار والسلام النووي في هذه المنطقة كما نعرف أن أستراليا هي دولة يعني لا يوجد أي تهديد من الدول الأخرى بحولها لماذا تستقدم وتحتاج إلى لا تحتاج إلى شراء الغواصات النووية ولو أن الصين أيضا تقوم بشراء هذه الغواصات وذكرت لك في تقديمة هذه الحلقة أنتم تملكون 19 غواصة نووية في هذه المرحلة فقط على الأقل أخيرا هناك مسألة واجبة التوضيح سيدة دانا هناك قراءات في طهران تقول أنها تدرس شن هجمات على السفن الإسرائيلية بالمنطقة ردا على الغارات الإسرائيلية بسوريا والتي أدت لمقتل اثنين من عناصر الحرس الثوري مارس الماضي ما حدود هذا الاشتباك حال حدوثه مع وجود الغواصة الأمريكية فلوريدا بالمنطقة لا أتوقع هذا ولا أتوقع أن البحرية الأمريكية تخطط لذلك لكن في نهاية المطاف هذا الوجود هو لإرساء السلام وليس لإثارة أي نزاع ولذلك أعلنت البحرية الأمريكية أنها تنشر غواصة فلوريدا وعلينا أن نتذكر أن هذا الوجود العسكري له هدف ردعي ويجعل كل الأطراف تفكر ألف مرة قبل القيمة بأي تصرف شكرا جزيلا لكم ضيفتي من واشنطن المتحدثة السابقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سيدة دانا وايت ومن بكين الصحفية سعاد ييشين هو شكرا جزيلا لكم الشكر لكم مشاهدين على مدخلاتكم وتفاعلكم وتعليقاتكم معنا أيضا يمكنكم دائما متابعة جميع حلقات برنامج حوار بلاس على موقعنا الإلتروني عبر رمز الكيو أر الظاهر على الشاشة أراكم الأسبوع المقبل في ذات التوقيت حوار بلاس إلى اللقاء